وطيرة متزايدة تتسارع العمليات العسكرية للقوات الروسية في أوكرانيا تزامنا مع سعي محموم لمجموعة السبع الكبار لوضع إطار جديد للعقوبات الغربية على موسكو حتى باتت مخاوف الانتقال من الحرب الاقتصادية إلى احتمال حصول صدام بين القوات الروسية والأطلسية عبر البوابات الأوكرانية تتصدر عنوين الأخبار وقراءات المراقبين السياسيين والخبراء العسكريين على ضفة إصراع ومما يعزز المخاوف المذكورة تصريحات لمسؤولين روس وغربيين على حد سواء حول فرضية الصدام الذي من البديهي أن يكون السلاح النووي أحد أشكاله سلاح كان مدانا في الخطاب السياسي على امتداد عقود طويلة بعد نهاية الحرب الباردة فها هو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف يشير بوضوح إلى حالات كان ممكنا بالفعل استخدام السلاح النووي فيها وبحسب كلامه فإنه لا ينبغي الحديث عن استحالة مثل هذا السيناريو خطاب الناتو هو الآخر تحول شيئا فشيئا قياسا مع المرحلة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ففي حين كان يؤكد حلف الأطلسي في البداية أنه لا يعد نفسه طرفا في الصراع هناك وأنه لا يبحث عن حرب مع روسيا فإنه في الوقت نفسه زاد من إرسال الجنود المتعاقدين من الشركات العسكرية الخاصة إلى مناطق القتال واشنطن من جهتها استشعرت الخطر بعد التحركات الروسية ومنتهت إليه محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو في سانت بوترسبرغ بقرار نقل روسيا أنظمة صواريخ إسكاندر إم القادرة على حمل رؤوس ناوية إلى بيلاروسيا ليبقى احتمال أن يتجاوز التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا إطاره الحالي ليتحول إلى مواجهة مباشرة مع حلف الناتو قائما نظرا لوجود إشارات واضحة من الطرفين تشي كلها بتأزم وتفاقم الأزمة بين روسيا والغرب على الأرض الأوكرانية